اشتركوا في القناة هذه غرفة الاذام المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة يأتي من منطقة الخاضع المصليين المسلمين هذه تكون مغلقة امام المسلمين يدخل مؤذن من الباب هذا الامام ويأتي ليؤذن هنا هذا مقام سيدنا يعقوب عليه السلام هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام هذه منطقة تسمى اليوسفية ندخل من هنا هذا المكان ايضا يكون مع الاسرائيليين في الايام العادية اليوم مفتوح جميعا امام المسلمين هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام ندخل من هنا هذا مقام سيدنا ابراهيم الحليل له هذا هو مقام سيدنا ابراهيم من ثلاث جهات مكشوفة من هنا ومن هنا هذا هو مقام سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية الآن نتوجه الى الساحة الاسحقية التي يوجد فيها مقام سيدنا اسحاق فزوجته سيدتنا رفقة هذا هو مقام سيدتنا سارة هذه الخارج سمى الجولية الجوالية ندخل الى الاسحاقية من هنا هذه الساحة الاسحاقية يوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام كل المسجد الابراهيم مفتوح امام المصلي المسلمين هذا هو الغار الشريف هذا هو الغار الشريف هذه الفتحة هذه الفتحة يوجد ضوء في الاسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الانبياء تفتح من هنا ويوجد اضاءة داخلي هذه المقام سيدنا اسحاق عليه السلام وهذا مقام سيدتنا رفقة عليه السلام نرجع من المدخل الخلفي الى نقام سيدنا ابراهيم الحرين ثلاث شبابيك تؤدي الى مقام سيدنا ابراهيم الحرين هذه المنفذة التي دخلنا منها في الاول هي اليوسفية كل ارواقة المسجد الابراهيم مفتوحة امام المصليين المسلمين اليوم احتفال بعيد ذكرى المولد النبوي الشريف هذا هو من برسيدنا صلاح الدين الايوبي الذي جلبه من مصر ولا يوجد فيه مسمار واحد كله خشب من الخشب مركب طريقة فنية رائعة ترجمة نانسي قنقر